موسيقى 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 هذا الناس اللي يخصهم يأخذوا لنا حقنا وهذا المدير هذا تغير لنا بزاف وخدال لنا حقوقنا كان الناس دبما ما عداش باش تعيش كيمشيوا على رجلهم وتيجيوا على رجلهم كان الناس ما عنداش متوكلوا لادها يعني كان طلبوا من الله وكان طلبوا من صاحب الجلالة يأخذ لنا حقنا والناس المسؤولين وكان ينصفونا ويبغينا بغينا موقفوا بجنبنا وقفة جدية بمعنى كانت محن كمواطنين مغاربة بغينا حقنا بغينا الناس اللي يستمتولين يقول سمعنا بغيت نوجه لداء المسؤولين أنهم يديروا إطلالة على الحي الصناعي لأن المدورة الشغل والقوانين كنا في الأوراق مكينش في الحي الصناعي طلوا وشوفوا الحي الصناعي ما واقع فيه الناس ما تتخلصوش لشهور الناس ما تياخدوش تغطية صحية التي تقطع لهم من الأجور ديالهم وما تتأداش هذك الواجبات ما تتأداش الناس عندهم أولادهم بغينا يديرهم العامريات ولو تطلبوه بغيت نقول بغيت نقول أحد القادية على أن جميع المغاربة هؤلاء تعدهم تغطية صحية إلا هاد الناس إلا هاد الناس اللي هم خدامين بعرق كتافهم تيخدموه ما تتخلصوش وما عندهم ش تغطية صحية هاد شي اللي بغيت نبلغ كنبلغ ندائي لجلالة الملك إنه يشوف هاد الشعب هاي يشوف هاد الطابقة الشي غيلة اللي مقهورة ترجمة نانسي قنقر